بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الرمعين أما بعد أهلا بكم طلاب الصف الثاني عشر التأسيسي مع درس جديد في مادة الكيمياء بعنوان البوليميرات إيه حكاية البوليميرات؟ أول ما نتكلم على البوليميرات نفتكر على طول البلاستيكيات الموجودة في المنازل عندنا إيه حكاية البوليميرات؟ أول حاجة الأهداف بتاعتنا النهاردة هي نعرف الطالب البوليمير والمونيمر وعملية البلمرة قارن بين أنواع البلمرة يكتب معادلات تكون بوليميرات الإضافة أو التكاثف الصناعية أول ما نتكلم على البوليمير نتكلم على القطار إيه هو القطار؟ القطار ده حاجة كبيرة حاجة ضخمة ولكن القطار ده هل هو جزء واحد؟ هل هو حاجة واحدة؟ لا طبعا القطار ده عبارة عن عدة أجزاء متصلة مع بعض بتكون ما يسمى بالقطار القطار؟ بالتالي القطار هو نشبه القطار بالبوليمير إيه هو البوليمير؟ عبارة عن مركب ضخم يتكون من جزيئات صغيرة متكررة يبقى في عندي بوليمير اللي هو الكبير في عندي مونيمر اللي هو الصغير عدة أجزاء صغيرة بتتجمع مع بعض بتكون البوليمير طيب إيه الأجزاء الصغيرة دي الشباب اللي هي بنسميها المونيمر؟ ما هو المونيمر؟ هو الجزيئات الصغيرة اللي بتتجمع عشان تكون البوليمير طيب عملية البلمرة هي عملية تجمع أو تجميع المونيمرات لتكون البوليميرات هنتكلم عن أنواع البلمرة يمكن تقسيم البوليميرات حسب طريقة البلمرة أو عملية البلمرة الأنوعية في بلمرة بنسميها بلمرة الأضافة في بلمرة بنقول عليها بلمرة التكاثف الفرق بين الاثنين بانتهى البساطة في جدول بيوضح الموضوع ده ادي نوع البلمرة في اضافة في تكاثف الفرق بينهم اول حاجم من خلال نوع المونيمر في حالة بلمرة الاضافة المونيمر بتاعنا بيبقى نوع واحد يعني هي نوع واحد يعني جزيء واحد بعدد كبير يتم تجميعه في حالة التكاثف يبقى كم نوع في نوعين او جزيئين مختلفين عشان يكون البلور في حالة بلمرة الاضافة بنحتاج لعمل حفاظ زي ما انتوا شايفين في حالة بلمرة التكاثف ما نحتاج عامل حفاظ او لا يوجد عامل حفاظ بلمرة الاضافة الناتج او المتكون منها بيكون بوليمر واحد او بوليمر فقط او مركب واحد في حالة بلمرة التكاثف بيبقى مركبين او بوليمر ومركب صغير ثانوي غالبا بيكون الماء اول نوع من البوليمرات هي بوليمرات الاضافة الصناعية بوليمرات الاضافة الصناعية هلاخد منها اتنين اول واحد اسمه بولي ايثين كل بوليمرات الاضافة تبدأ بكلمة بولي كل بوليمرات الاضافة تبدأ بكلمة بولي ثم يتبعها المونمر المكون لها يعني لو انا جبت لك البولي ايثين ده بوليمر كبير إن فيه كلمة بولي المونيمر بتاعه هتقول لي كلمة مين إيثين تلاحظ إن إيثين تنتهي بيا نون معنى كده إن فيه دابل بونت أو رابطة ثنائية كل مركبات الإضافة المونيمر بتاعها فيه دابل بونت إيه حكاية البولي إيثين هو عديد الإيثين بناخد جزيء الإيثين أهو بناخد منه كم واحد كم جزيء بناخد عدد يسمى إن أي نمبر من الموليكيولز أو نمبر اللي عندي يعني لو أنا سألتك السؤال ده جاء من سنتين في الاختبار ما معنى إن تقول لي عدد المونيمرات هناخد الإيثين في دابل بونت في وجود عامل حفاظ عشان كده كل بولي مرات الإضافة تحتاج لعمل حفاظ كل اللي هتعمله إنك الدابل بونت هتتكسر تتحول إلى رابطة أو حدي وناخد الجزيء نفسه نكتبه ونعمل بونت في الأول نعمل بونت في الآخر نحط الأقواص بتاعتنا ونحط الإن يبقى هنا إن كانت في الأول هنا إن هتبقى بعد بعد القوص ما استخدامات البولي إيثين استخدامات البولي إيثين في عبوات المياه والعصائر وتغليف الطعام تغليف الطعام اللي هو البلاستيك الخفيف اللي احنا بنغلف به الأطعمة الباردة في بيوتنا واصطلاحا بعض الناس بتسميه النايم لكن هو مش نيلون هو بولي إيثين البولي ماريتين يا أولاد من بولي مارات الإضافة الصناعية هو بولي كلورو إيثين أو بي في سي بولي كلورو إيثين بولي فينايل كلورايد ده اسمي تاني ليه أو بنختصره البي في سي البي في سي قريب من البولي إيثين نفس الكلام كل الفرق إن أنا أخدت إتش أو بدلت إتش من هنا وحطيت مكانها إيه سي إل فبنقول عليه كلورو إيثين هناخد منه برضو إنه هذه الإن نعمل عملية بالمرة في وجود عامل حفاز نعمل نفس الكلام اللي عملناه مع البولي إيثين هتتحول إلى سينجل افتح خاطف الأول افتح خاطف الأخر وحط الأقواص وحطيلي الإن بتاعتنا ما هي استخدامات البي في سي أو بولي فينيل كلورايد أو بولي كلورو إيثين يستخدم فيه أنابيب المياه وخراطيم المياه النوع الثاني هي بوليمرات التكاثف الصناعية بوليمرات التكاثف الصناعية هناخد منها اثنين من البوليمرات أول واحد هو النيلون أو يسمى النيلون ستة ستة ليه ستة ستة لأنه بيتكون من جزيئين كل جزيئ فيه ستة ضرات كربون فبنقول عليه النيلون ستة ستة احكاية المونيمرات بتاعته بما أنه تكاثف يبقى يطلع كام مونيمر اثنين واحد اسمه حمد يعني عنده كربوكسايل يمين وعنده كربوكسايل يسار اثنين كربوكسي فبنقول عليه حمد او نوعه بنقول عليه ثناء الكربوكسايل يعني مركب يحتوي على مجموعتين من الكربوكسايل المونيمر الثاني بتاعته هو ثنائي امينوهكسان ليه هكسان عشان عنده ستة كربون وعنده مجموعتين امينو ان اتش تو ان اتش تو يبقى ثنائي امينوهكسايل هنعمل ايه يا شباب بمنتهى البساطة هنيجي هنا بنعمل عملية نزغ للاوويتش هنشطب اوويتش ومن هنا هنشطب واحدة من الهاتشات يطلع ماء وبنركب او بنشبك المونيمرين الباقين يبقى القويتش من هنا هتروح يبقى ديني سي او بعدين سي اتش تو باي فور بعدين سي او قويتش راحت القويتش اللي هنا راحت اتش راحت يبقى بقى اللي مين ان اتش اهي ان اتش يبقى شبكة هنا اللي رابط بينهم هنا الرابطة دي بنسميها ايه يا شباب بنسميها الرابطة البيبتيدية رابطة بيبتيدية ودين الرابطة الموجودة في النيلون بالإضافة ليه بيطلع جزيء ماء كمركب ثانوي ما هي استخدامات النيلون ده ويستخدم فيه الملابس وأثناء الحرب العالمية استخدموه في صناعة الخيام والمظلة كده يا شباب برضو الامرات التكاثف الصناعية هو بولي إستر حكاية البولي إستر نفس حمض الأدبك اللي أنا أخدته فيه الناحية التانية يعني اتنين كربوكسايل اتنين كربوكسايل هنا ممكن أحط في الوسط بينهم ممكن ممكن حلقة بنزين عادي أنا يهمني في الأساس ان اتنين كربوكسايل اتنين كربوكسي مع مركب تاني في اتنين هيدروكسي يبقى ثنائي كربوكسايل مع ثنائي هيدروكسايل هيحصل نفس ما عملنا المرة اللي فاتت فيه التكاثف هنشيل من هنا هنشيل معهم من هنا يتكون ما تو ان ماينس وان ما عليك منها ما تهمنيش كتير يا شباب أنا يهمني ان شلت من هنا شلت من هنا اتنين بشبكهم مع بعض أو بوصلهم مع بعض وصلوا مع بعض فين يا شباب بالضبط هنا أو وهنا سي دابل بوند أو وديا الرابطة اللي بنقول عليها رابطة الاستر رابطة الاستر ببقى بالتالي فيه رابطة الاستر موجودة في البولي استر فيه رابطة بتدية موجودة في النايلون والمركب الثانوي هو الماء ما هي استخدامات البولي استر بمنتهى البساطة استخدام فيه ملابس زي النايلون برضو ممكن واشرائط المراكب والستائل فيه عندنا لينك لفيديو اهو ممكن تتابعوه طبعا معنا وبعد كده بنرجع نتكلم على تدريبات البلمرة السؤال اللي موجود عندي يا شباب اهو بيقول عندي النايلون او بوليمر في الصورة بييجي لك السؤال بيقول لك لديك البوليمر التالي وممكن يقول اسمه وممكن ما يقولش اسمه بيقول لي ما الوحدات الاساسية او ما الموليمرات المكونة للبوليمر السابق في حالة السؤال اللي زي ده بيجينا حاجة من اتنين يا شباب ياما بوليمر فيه سي 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 او بوليمر فيه سي او اللي موجود عندك هنا سي سي ولا سي او اه فيه سي او بالتالي السي او بيجي حاجة من اتنين ياما نايلون ياما بولي ايستر السي او بعد منها ايه بعد منها اين يبقى البوليمر ابو ان اللي هو النايلون يبقى البوليمر ده هو النايلون عايز اعرف ما المونيمرات المكونة للنيلون كل اللي بتعمله بتحددلي CO جنبها N CO جنبها N CO جنبها N وتفصل بينهم وتفصل بينهم وتفصل بينهم وتخدلي الجزئين اللي في الوسط الجزئين اللي في الوسط وتنزلهم وهو CO CH2 by 4 CO هي هنا وبعدين بنرجع لهم الماي أنا شلت من CO وشلت منها Q أرجعها لها والناحية التانية Q أرجعها لها والنه كنت شايل منها H برجعها لها ترجع NH2 ما المركب الثانوي الناتج في البلمرة السابقة المركب الثانوي طالما بوليمر تكاثو فيبها هو الماء اذكر أحد استخدامات البوليمر السابق ممكن طبعا أي استخدام مناسب الملابس المظلات أو الخيام بكده نوصل لنهاية الدرس النهاردة أتمنى أنكم تكونوا فهمة الدرس وطبعا كالعادة لو فيه أي فيدباك أو أسئلة أو أشياء صعبة بانتباحها على شاكل لكم وجزاكم الله خير ومتقابل في درس جديد إن شاء الله